بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اخواني وخواتي حياكم الله جميعا نروح إلى بداية القرن الهجري السابق الماضي يعني 1300 قريب 1300 حصلت في منطقة في الجزيرة أو من أكثر مناطق الجزيرة صراعا في هذاك التاريخ وحصلت هاي المعارك والخلافات بين القبائل على غدير هداج وغدير هداج اخواني الغدير اللي ما يعرف هو مكان يتجمع فيه الماء ماء المطر أو ماء النهر كان فيه أول شيء نعطي الجغرافية المكان وطبعا معروف المكان للكثير من المستمعين وحبيت أذكر هاي القصة صراحة لكثرة الصراعات اللي حصلت من أجل هذا الغدير والقتال المرير اللي حصل على هذا الغدير أو النبع يعني الغدير حصل فيه أخواني أنهار موسمية ينقله يعني بس فصل الشتاء تنبع يعني على المطر على الخير تنبع في منطقة نهرين موسميات بدلت بالضبط يتسمى المكان غدير هداج وجايكم طبعا على اسم التسمية وليش يسمى هداج وطبعا بالجزيرة السورية حصل هذا الخلافات هاي صارت أو قصتنا اليوم في الجزيرة السورية ملتقى النهرين ويظل هاي يسوي غدير شبير عبارة عن بحيرة خلينا نسميها هاي البحيرة الظل حتى موسنة يعني على ما يقولون ظل ثلاث سنوات أو أربع سنوات المي موجود فيها لو ما أجت نقطة مطر فتخيلوا على شحة الماء والكذا والهاي شلون رح يكون الصراع على غدير هداج وبنص هذا الغدير في نبع يعني النبع تنبع ولكن بشكل ضعيف بس أصل المياه اللي قاعد تجي على العربان هاي تجي عن طريق المطر وتشكل بحيرة وعلى ضفاف هاي البحيرة تسكن العربان أخواني هداج عبارة عن خلينا نقول رجل متكبر والعياذ بالله متجبر متغطرس إلى أبحث الحدود ليش تسمى غدير هداج في يوم من الأيام في عرب وخلينا نسميها عرب عزام لأن عزام هو البطل فيها يعني هي لها اسم ثاني ولكن تحاشيا للخلافات أو المشاكل رح نقول عرب عزام وعرب ثانية نقول لها عرب نمر وعزام ونمر هم فرسان هاي القبيلتين يعني هم أبطالها وشجعانها واثنينات هم شباب عزام ما كان على غدير هداج يعني عربه ما كانت موجودة على غدير هداج إنما عزام يطلع على القنيص وعى الصيد وفارس وخيال فبيون من الأيام مر على غدير هداج وكان هداج بهذاك الوقت رجل مثل ما قلنا رجل متكبر ومتغطرس وخلينا نشوف الموقف اللي خلي العزام يتصرف محا هذا التصرف عزام جاء مثل ما دولون صفت على هالنبع ووقف فيه طبعا خلينا نقول نسميهم ثلة من الرعية كل واحد عنده غنمه يعني وقاعدين وهداج قاعد له جوان خلا ومسويله مثل العرش يعني كرسي وقاعد عليه ويعطي أوامره والله انت ترد اليوم انت ما ترد اليوم انت ترد الباتر وانت ما ترد باتر أو يعني ما اخذ العالم مستوطي حيطها وطبعا هداج رجل يعني ينخاف منه رجل ولا كل الرجال يعني ويقاتل بمهده يعني ما يقاتل بسيف أو كذا بمهده عنده مهده طبعا شلون يقاتل بها والله ما عارف يعني جوز المهده وزنها خمسين كيلو مهده مثل الجاكوك بس شبيرة عملاقة يعني في هذا الموقف اخواني عزام واقف ويناظر الحضورة الموجودين وطبعا ساكت ما يحدش قوم يا هداج وقلطم واحد من الرعيان يعني يلطموا صفعوا أو ضربوا كف فانسحب هذا الرائي طبعا عزام يشاهد المنظر يعني وجه هذا الرائي ومر من جنب عزام وطبعا الرائي يبتي يعني ما قدر يرد على هداج هداج يخوف وكذا وما قدر يرد عليه فضام عزامنا هذا الرائي قال له يا طويل العمر يا ابن الحلال شوي بالله لو سمحت يعني قال له نعم طبعا يمسح بدموعه وكذا قال له الضربك هذا منه ابوك عمك خالك قال لا والله يعني لا ابوي ولا عمي ولا خالي قال له منه عجل منه هذا يعني قال له والله هذا هداج قال له هداج شنو وشو هداج قال له هداج هيشذا وهيشذا طاغي طاغي أو مستعبدا العالم قال عياذ بالله قال له الراعي طبعا تكلم معاي وقال له الراعي ليش ما رديت علي لو بل كلام قال له والله ما أقدر قال له شرايك تروح وترد علي طبعا عزام اللي يقول للراعي قال له شلون أرد علي هذا طاغي ومتكبر وورا ناس وكذا قال له اسمع مني روح ورد علي قال له شلون يعني طبعا بعد ما أقنعه يعني عزام أقنع هذا الراعي إنه يروح وينتقم منه ياخذ حقه منه فورا مباشر يعني قال له تروح تاخذ حقك منه قال له شلون يعني أرد علي كلام قال له لأ أخذ حقك قال له شنو حقي قال له هو السوى قال والله صفاعني يعني لطمني شفي قال خالها سلطمه قال يا ابن الحلال كذا والله أنت مبين عليك فارس أو روح أنت ألطمه قال له لأ أنا أريد منك بس تضرب هداج كيف وتجي مباشرة وراية ختل يعني يعني تجي تزبن وراي قال له لا تظل غادي عنده أنا أريد سبب بس يعني أريد سبب بس مقنع وشكارك أنت خلك من هداج الحين يعني أمرمح بهتراب فعلا قوى قلب الراعي طبعا أقنعه شلون أقنعه ما أدري بس يبدو أنه على أزام الحيبة وفارس واغتنع الراعي وفعلا رأح هذا الراعي يتخطى يتخطى قبل ما يصل هداج ركض على هداج وألطم وشفين ضرب وكف ورجع ركضين رجع ركض وين على عزام عزام نزل من الفرسين قال له خلاص خلك هيني ويقوم هذا هداج ويشيل المهدة ويحطها على كتوفه ويجي يمشي على عزام ووراه الراعي قال له طبعا عزام طول بالك يا ابن الحلال الرجال دخل وما دخل المهم شاف الحاج يموه يعني ما منه هذا الرجال شال المهدة وبدو يضرب عزام ويضرب هاوما بالمهدة مسكها عزام اللي هو المهدة وزتها وطبعا يعني ايضا دفع هداج العالم يعني ما صدقت منه هذا ومنين الله جابه منين الله جابه يعني ما هداج مباشرة تنخذ منه المهدة سلاحه ودفعه يعني طبعا قال له ولي هو الزلمة زاب اندخيل عندي قال له انا هداج انا مهداج كذا المهم يا جماعة اسحب يسمونه الدبوس ويسمى بمكانات الكلونك لسه على السيف ما استخدموا عزام الكلونك ويسحب الكلونك هي مثل بوريت الحديد وبراسها يجي دبوس يعني سحبها عزام وضرب هداج سواب طبعا ضربوا هذا السواب بمكانه هداجي وطبعا قال كلمة شهيرة معروفة حاليا عند القبائل والكذا قال خاف ما يطلع وراك حدا يعني انه خاف انه تروح هي تشذي يعني تشتلتك تروح يعني مثل ما يقولون طقعت نسره بجو يعني قال له خاف ما يطلع وراك حدا يا هداج العالم مركضة الرعيان وهذول اللي يشتغلون عند هداج فزعه وجابه وكذا قالوا لهم شلون انشت الهداج قال لهم والله فارس وأخذ المهده من غدرب هداج قال لهم لا بالله لا غدر به ولا شي أخذ منه المهده ولوا واسدحه ولقاع وضربه بالدبوس واشتلوه وقال خاف ما يطلع وراك حدا حين تعرفون هذول مرتزقة عند هداج قاله ومانه ومان هداج خلي يولييني وفعلن يا جماعة ضرب وشتل هداج وقال له خاف ما يطلع وراك حدا حين شيح قال عزام هذا المكان يا جماعة لمها الرعيان وقالهم قالهم بي حدا غير هداج ياذيكم يذركم بي حدا يعني يعتدي على حقوقكم قالوا له لا والله ما بي الله هداج طاغية والله خلصنا منه يعني الله جابك وخلصنا منه قالهم زين والله أنا عربي بعيدة يعني وأريد أمشي ويعني يلزمنا تقريبا حول الخمسة عشرين يوم تا نجي قالهم أنا أريد أجي وأسكن هنا بدي أسكن هنا أنا اللي قتلت هداج وهذا المكان صار لي يعني أو فعلا شاء العزام بعد ما تشتل هداج وتركه هذول شاء له ودفنوه وكذا وعزام مشى على أهله انتظر انتظر ما جا حدا يعني ما حد فزع على هداج أو فعلا يمشي مشى على أهله قالهم يا جماعة في بالمكان الفلاني غدير بحر يعني بحر ما شاء الله والخير والكذا والهاي وهذا يعني مطمع للعرب بهذاك الوقت وفعلا صارت العرب من الشفاق شيلة الباعر والنياغ والحلال والكذا وشاء للضعان باتجاه قدير هداج طبعا أيام يعني عشرة أيام خمسة عشر يوم كانوا على مشارف الغدير والوقت كان أضحوية يوم أطلوا من رأس رجم على البحيرة أو الغدير شافوا بي عرب وعرب نازلة جديد يعني حززام الشيخ طبعا حقيد القوم يعني وفارسهم قالهم انت ريث شوي يجوز هذول عرب هداج أو على أغلب يكونون عرب هداج احتاطوا وجندوا فرسانهم ويرودون الأثار يعني فعلا تريثوا شوي قهروا الغذعان ووقفوا يعني ما راحت لها تقريب قريب نص ساعة أو ساعة ولا الخيال مجبل اليوم من نفس العرب سلام وعليكم السلام قالوا عزام اللي يسول قالوا انتو شنو انتو عرب هداج قالوا لا بالله احنا ما احنا عرب هداج احنا عرب الشيخ نمر أو شيخنا أو فارسنا ينقال له نمر قالوا نعم وقعدنا في غدير هداج عزام نفعل قالوا الحين صار هذا غدير هداج ولا غدير عزام يعني عزام قتل هداج هذا غدير وصار له قالوا انت عزام قالوا اي نعم هاني حزام واني ارسل نياق اربع او خمس نياق يعني ناس دول الاربعة او خمس ارسل الاربع نوق الحين يعني من الساعة يعني يروح نيردن من الغدير اه اذا عندكم زود صيبوا مثل ما تقولون او اقتلوا واحدة من هالنوق او خذوهن او انا ارسل هالنياق هذان فعلا ارسلهن الطار اش راح وقال لهم بلغهم الكلام وجنن النوق مني شوف ان المي بدهني جنع المي جنع المي ووردن وما حد حاجاهن طبعا قالوا عالم نمر تركون خلاص انشان هن اربع نوق ما يخالف كان عزام من خلاص من خلاص من عزاء من هداج جو اقعدوا وما كانوا يقدرون يتنفسون مع هداج لا بالله احنا اننا رائثاني معاهم ارسلوا بلشت الطراش تجي قالهم انا امسي اليوم وامسي باشر بمكاني قال شدوا البيوت واقعدوا بمكانكم ارج من نفسه هذا عزام شدوا بمكاننا قالهم للاطار شجي قالوا انا امسي اليوم وامسي باشر وبعد باشر الصبح نشوف الغدير المنا وما بيناتنا حتي ويلا طبعا طرد الطراش قالهم ما بيناتنا سوالف بعد باشر الضحى قاتم شون معاكم يومين تجلون نهائيا بنوب من هذا المكان يا اما بعد باشر الصبح اضحوية ان شاء الله انتلاقه والغدير يروح للي ياخذه كلام من الآخر ما نريد لا مراسيل ولا طراش ولا كذا انه تتشاركون بالغدير وكذا ما يمشى الحالي هذا الغدير غديرنا ومن سنين هداج طاغية وحاكمكم وكذا والحين انتوا تجرأتوا لا بالله يعني او بعدكم هذا الكلام فعلا راحوا اضطراش قاموا يتشاورون تشاوروا تشاوروا قالوا عزام لحاله ومعان فرسان ولكن يعني خمستعاش عشرين فارس قبيلتهم كلها انما بيناتهم هذا الرجل اللي ينقال له عزام اللي بصواب واحد رمى هداج يجمع يعني يتناقشون بيناتهم طبعا يعرفون عناصر قواهم وفرسانهم ويعرفون عناصر قوا عزام وربا الراي الراي قالوا السيف السيف يفصل بيناتنا هذول عرب نمر وعرب عزام كذلك الأمر عرب عزام هذ حوية بدوا يضرب يضربهم يعني وفعلا باليوم الثاني راحوا مثل ما دولون هالشيبان الموجودين من العرب هاي ومن العرب هاي وتلاقوا لكن ما وصلوا النتيجة قالوا لا بالله انتم تجلون نهائيا وهاي الغدير غدير وعزام هو اللي ذبح هالدهج المهم يا جماعة وتصبح الدنيا بهذاك بهذاك اليوم أصبحت الدنيا وتلاقا العربين فرسان فرسان إنما عرب نمر غلبة أكثر يعني ككثرة ممكن يغلبون أكثر من عرب عزام يعني يبدو أن الفارق فقط عند عزام قالوا يا جماعة هالأكبار وهالموجودين الناس الواعي عسى يختلطنا الجمعين والكل خسران يعني إنشان من عربنا ألا نخسر وإنشان من عربكم ألا تخسرون ما لو عرب تطلع سال أغان ما مهم إنما أحنا بدنا نحتكم يعني نقعد على ركبة ونشوف أقعدوا هاشيبان مثل ما تقولون الدبلوماسيين الناس اللي تعرف تسول فالناس المنهين وهات الليف وود الليف وكذا وقالوا ما في نتيجة نتيجة ما في هذول ما يقبلون وهذول ما يقبلون فرسان يعني دمها حامي وما يقبلون يا لنا يا نموت هو المكان جميل جدا يعني مكان يعتبر غاية في الجمال وقالوا لا بالله يعني يا السيف هو اللي يحكم بين اتنين فعلا نوم قلطنا الجمعين على بعض قالوا يا جماعة رأي اخير يعني قبل العرب تغير على بعض الراية الاخير قالوا وش الراية الاخير قالوا فارس من عندنا وفارس من هدكم وليغلب يظفر بغدير هاد تشاوروا تشاوروا قالوا والله يعني فيها حقن الدماء المسلمين لا بالله احنا عندنا فارس ومنو فارس قالوا فارس عزام منو فارس انتو قالوا فارس نمر قالوا خوش نمر يكتل عزام وعزام يكتل نمر كل عرب يقولون لا بالله فارس نا اكوي وفعلا يوم يوم قلطوا على المبارزة عزام ونمر وصالوا على بعضهم قتال موت لازم واحد يموت بيناتهم يوم صالوا على بعضهم وتضاربوا يعني يقولون ما أخذت يعني تعتبر ربما ثواني 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 معدودات نمر قال العزام أنا دخيل يعني شاف شاف أنه عزام رح يقتله لا محال يعني شاف أنه ما في مقارنة بل قوة ما في مقارنة بل سرعة ما في يعني خبير بالقتال عزام بشكل فضيع يعني فهذول ما يسمعون وهذول ما يسمعون شنو يصير بيناتهم ويصير عجة يعني بل القتال صير عجة حتى ما تشوفهم أحيان قاله آني دخيل نمر يقول العزام طبعا استمروا بل القتال دخيل 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 شلون بدوا يسوي عزام بعد يقدر دخل عليه قال آني داخل عليك لسه ما بدأت المبارزة قال آني دخيل طبعا عرب نمر ما يدرون أنه نمر قال العزام هذا الكلام ودخل عليه فرفع السيف عزام يوم رفع السيف عزام قلط نمر ورمى سيفه جو عزام يعني رمى السيف ورجع يعني يعني بدأ واضح تماما أنه خلاص يعني عزام ما يريد يقتل أو يزهق روح بسبب هذا الخلاف سيم وأنه الرجل قال له آني داخل يعني خلاص عرف حاله يعني منتهي لا محال يعني ففعلا عزام عف عنه قادر يعني كان يقدر بقدرة الله يعني قادر أنه يقتلوا لكن أيضا عزا نمر رمى السيف وتراجع يعني خلاص بدأت واضحة أنه الغلبة العزام تراجع رجع نمر وتراجعوا وتاهم شون يعني يعني خلاص الغلبة وحطوا عهد بيناتهم ما بيلعب يعني خلاص يعني تواثقوا ميثاق أنه الفارس اللي يغلب العربة الثانية خلاص نمشي يوم أنت يرحلون صارت تقريبا العصر العصير يعني العصرة تشبيرة ويقوم ويغير عليهم عزام قالهم يا جماعة لكم ثلث من ثلاثة يعني ثلث الغدير وثلثين لنا وتراكم مكانكم وإحنا نجسم الغدير الثلاث أقسام ومثل ما تقول ثلاث جهات الشمالية والشرقية والغربية العرب عزام والجبلية تكون الكومنت قالوا خير وكثر لأخيرك وتحبوا يعني تحبوا عزام ونمر يعني وصارت العربين عرب مثل ما يقولون يعني صارت بيناتهم والحماية مثل ما تقولون وقعوا اتفاقية دفاعية هجومية عنا الغدير وعنا القبيلتين أي اعتداء يقومون العربين الرد أو صد هذا الاعتداء وفعلا كانوا فيه ناس ترغب انها تسيطر على هذا الغدير لكن كما يقال ما يقدر حدا يقرب على هذا الغدير والفترة اكرر من سبعين ثمانين عام ما حدا كان يقدر يقرب على هذا الغدير الا ياخذ اذن انه يرد او ياخذ مي من هذا المكان صارت ايضا فيه علاقات ومصاهرات بين العربين ومضت الايام تقريبا سنتين او ثلاثة وكانوا عزام ونمر هم فرسان القبيل تهني وكانت فيه مثل ما تقولون يعني بالنسبة النمر عزام انقذ حياته يعني يعني عتق ما فيه تركه من الموت حف عنه يعني فكانوا يطلعون برحلات صيد دائما ويطلعون على القنيص وظلوا النهارين او ثلاثة او اربعة اللي هو يعني دائم يطلعون على القنيص فيه مرة من المرات وبعد ما ابعدوا عن عربهم يعني واشرفوا على راس تلة يعني وشوفون نبع تخريبا تبعد يعني جواهم يشوفون فيه هم طبعا شباب عزام ونمر الاثنين يعني شافوا بنات ثلاثة او اربعة جن شايلات القرب ويريد يملن مي ف نمر قال طبعا في حجة دائما انورد الفرس يعني بالوقت اللي يجن بي البنات على هاي اسلوب المتبع سابقا وفعلا يلا يا عزام قال له عزام لا بالله انا ما اروح قال له ام مش كذا راحك هاي ما قبل عزام طبعا عزام مو انه ما يروح يعني يروح ولكن قال له انا اريد اترك لك الفرصة طبعا عزام شخصية ومزيون واي بنت تشوف يعني تعجب به فكانوا لما يروحون على المكانات وكذا كان البنات دائما يعجب عزام ونمر يروح ضحية عزام فقال له انت هاي المرة انا ما اروح انت روح بنفسك او انت فارس وكذا وهاي ورتب امورك مع بنت اذا شفت بنت تعجبك وفعلا راح راح نمر لوم اقبل السلام وعليكم السلام ترد الفرص وكذا سوها له حجة يعني شاف بنت مزيونة يعني مزيونة جدا ينظر بها المثل بهذاك الزمن من جمالها وحسنها ف شسمت شقالها كذا قالت له اسمي المهة ولكن الفارس يعني لسه عزام ملاحق نمر حتى لمنجلة حالوي قالت له الفارس اللي معاك اللي وقف يعني على راسة التل ذاك ليش ما جه قالها والله هذا يعني ما ما راد يجي يعني يعني ما عنده جرأة أو كذا أو حاول يعني يريد يطير عزام ما يعرف شلوني البنت هاي المهة خلص ركزت على عزام يعني قالت له آني بصراحة عجبني بتصرفه أنه ظل وما جين صار هنا عزام أو نمر يريد هاي المهة ويوم راحت المهة هي والبنات المحاها وشرب مي من عندهن ورجع على عزام قال له هاش عندك قال شفت بنت يعني مزيونة وينقال لها المهة والمهة يوصف لوياها وما يخلص العزام يعني قال له زين ايه قال والله سألتني عليك قال والله يعني عجبني بتصرفه انه ما جعل الغدير او النبع بالوقت اللي احنا اجينا به قال له خير ان شاء الله خلاص المرة الجاية ما اجي معاك فعلا المرة الجاية ثاني يوم او كذا بفرصة ثانية جنمر علي اليوم من جنة تيم لان سلم عليهم قال الفارسة لجمعك او عزام عرفة تسمو قالت له عزام وين وليش ما جاي قالها والله عزام خلاص نس يعني ما يجي قالت له خير كام قال لها يعني فاتح الموضوع نمر قال لها انا معجب بيش اذا جيت او طلبت من هاليش اا ترى تقبلين ولا ما تقبلين ف قالت له يعني يعني منت اخ او كذا اتذارت منه يعني رجع نمر على عزام قال له هاش صار قال والله ما يعني ما ثبطت معي قال له اروح اشوف هاي البنت ايضا عجبت عزام في فرصة ثانية ايضا تلاقوا مرة ثالثة اول مرة تشوف عزام عن قربين شافوا بعضهم وحجوا مع بعض صارت في خلونا نقول عشقة بين عزام والمح ورادوا بعض نمر بدأ يغار بدأ يحس انه هو كان يريد هاي البنت وردت هي رادت عزام وصارت في بيناتهم عشقة وآني وكذا بخير تالانسان يعني غار والشي اللي زاد غير النمر اكثر انه يوم جو مرة من المرات اول لقاء صار بناتهم بين عزام والمهة السوت هي عزام ما كان يجي على النبع واذا عنده بنات فهي قالت يعني خلت شارتها الشارة او الشارة مثل الاشارة تقريبا خلتها عند النبع ويوم راحت مشت شافت عزام جاء هو ونمر وردت رجعت تشوف عزام يعني هاي اول مرة فعلا ارجعت قاتل واني نسيت شارتي وطبعا شافت عزام وسلمت عليه وردت مشت باللقاء هذا اللي صار بناتهم كان النمر موجود معهم عزام ونمر ومعهم المهة قالت العزام انتو فارسين القبيلة وحدة هي دارت هاي الحيلة الواضحة يعني كانت تقول النمر انت ليش تجي مع عزام يعني بس ما قالتها بطريقة ذكية شوي قالت لازم يا عزام ونمر انتو واحد نوب بالعرب يظل عند العرب ربما يجي غزو ربما كذا فمرت يجي فيها عزام ومرة يجي فيها نمر يعني لا تجون سوي راح وطبعا فهموا فهموا رسالتها انه خلاص يا نمر لا تجي هذا الشي ايضا زاد حقا نمر اكثر وزاد غيرته اكثر كان يريد المهة وكان يريدها بشكل جنوني فعلا قال له عزام خلاص يعني اروح يوم انتلاقه وفي بيناتهم موعد باول الهلال وبنص الهلال وتال الهلال يعني متفقين عزام والمهة انه تلاقون بهالاوقات هاية مهما طال البعدي يعني ما كان دائما يروح ويجي وكذا يعني كل شهار شهرين يتلاقون مرة يعني فمرة من المرات عزام قال له انا بدي اطلع اروح القنيس و و لحالي يعني يبدو انه نمر ضايق عزام جدا كأنه كان يريد كل ما يروح المهة كان مثل ما يقولون يرفق معاه فقال له عزام هاي المرة يا النمر خلاص انت الظلب العرب واني اطلع واروحي قال له وين تقنص قال له والله اقنص بالمكان الفلاني يعني ابعد عن عرب المهة ما قال له انا اروح المهة يعني ما قال له خلاص يعني هو مو مجبور لكن خويه رفيجه ما يريد على اساس المفروض هو نمر ذاتيا يسحب نفسه بنفسه لها رأي ثاني فعلا راه عزام وتلاقى هو المهة عند النبع كان في هذا الوقت عزام رايح نمر طلع بوقت اخر غير الوقت اللي طلع فيه عزام يعني طلع بشكل سري وقال له العرب طبعا عزام قال له انا رايح على القنيص ونمر اليوم ما يروح معي لكن نمر يحرف وين رايح رايح المهة اطلب وراء مباشرة يوم شافوا ومن بعيد خلصها بشكل سري يعني شافوا تلاقى هو والمهة واللقاء طول طال اللقاء بيناتهم طبعا كان نمر يعني منزعد جدا ودم وفاير على العلي شي اللي قاعد يشوف اعتبرها خيانة من عزام وهي أبد ما فيها شي يعني هو بده يلتقي بها البنت اللي يريد ها يعني وهي ما تريد نمر نهائيا إلا أنه هذا اللي صار لما رجع عزام تلاقى وهو ونمر قال له انت خنتني انت غدرت بيا طبعا أقصع لي بالكلام عزام وطبعا ضربوا يعني وصلت بيناتهم على المضاربة يعني فضرب نمر نمر مو لقات عزام يعني معروف هذا الشي فقام مباشرة وغدر بعزام وقتله قتله وطعنوا بسيف وبخنجر عدة طعنات يعني بسيف وبالخنجر وطبعا يعني كان يبكي عليه وهو يعني هو قاعد يطعن به يبكي عليه نمر يعني أنه أنقذ حياته سابقا وما قتله ولكن فرقت بيناتهم هاي المه شال عزام على ظهر الخيل فرسو وأخذوا المكان تقريبا قريب على عربهم قريب من غدير هداج برجم مسافة نص يوم وحفر له قبر ودفنوا وأطلق فرسو من دون أي أثر يعني سرحها من الجام تبعها وسرحها من الكذا وأطلق هي طبعا رجحت الفرس وين على أهل عزام شافوا الفرس ما عليها لا دم ما عليها أثر مشلحة تشليحي يعني كأنها بوقة فقالوا هايا بوقة يعني نباقت الفرس ولحقها عزام وما ندلها وللحز ما جه رجع نمر هايا نمر خويك عزام طبعا محد يعرف أنه نمر التقى بعزام ما يدرون بهذا الشي قالهم شلون قال والله خويك أنت تعرف وين يروح وانت كذا وفعلا يشدون هما والفرس ويدورون ومن الأماكن اللي يروحون عليها قالهم أنه ترى هنا نحن نجي ببنيات ونلتقي بيهن وكذا وقال لهم للفرس المعاه يعني نمر قال لهم عزام أهل وكاد أنه هين بهالمكان هذا وبدأوا يسألون طبعا هو كان قصد نمر أنه يحسس المهة أنه عزام راح هفة يعني هلك بحدها المكانات ومات يعني ورجع وأظن بعد 10 15 يوم بعد شهر شهرين أيضا يرجع نمر على العرب نفسها ويقول والله ما يقول للمهة نفسه يعني شي عشاعات عزام معروف كل البادية يعني معروف بالجزيرة كلها بهذاك الوقت فيوم يقول الحدا والله عزام شتل شلون شتل قال والله شتل طالع وفارس ضاربه وشاتله غادر بي غدر وفرسه ورجعت والله وصاله ثلثة شهور وهل بشه وعبرته وانتهى موضوعه وصل فعلا الخبر للمهة أنه يعني عزام خلاص مات غابلوا فترة معينة نمر طبعا هذا كل المخطط مخطط نمر غابلوا فترة معينة وجعل على النبع وبدأ يعني يرتب العلاقة مع المهة يقول ها والله يعني عزام رجال طيب وكذا ويحمد منه وهاي وانتي والله مو معقولة يعني أنك تظلين وما تزوجين وترى يعني وهذا الموت يعني فبدأ يقنعها فعلا وأقنع المهة بعد فترة حوالي سنة أو سنتين ظل يقنع فيها أنه يريدها ويريد يقدم لها فعلا يوم يتقدم لها وجاها وشيوخ وناس وكذا ودنيا وفعلا وافق وها وكان أيضا ما فيه يعني رأي ثاقب للبنت في هذاك الوقت يعني فعلا أخذها نمر أخذها بعد ما قتل خليها حبيبها عزام لكن هي ما تعرف أنه هو الغاتل تروح على أيام أخواني سنة أو سنتين وبدأ نمر يشوف منامات بالليل يعني يفز يوم يفز المهب جنبه تقول له شفيك كان هذي دائما باسم عزام كأنما كان يتكلم بالموقف اللي حصل بيناتهم ويبكي وهو نايم يبكي أنه عزام قتل العزام يعني بالمنام يشوف هذه اللحظة طبعا المهة كانت حاسة بس ما كانت تتوقع نهائيا خصوصا بعد ما عرفت قصتهم وأنه عزام أنقذ حياة نمر وما قتلوا بالمبارزة الأولى فتستبعد تماما أنه نمر يقدم علاقة العزام بسببها هي عزام يعني وفعلن أخواني مرة من المرات وتصارح وبدأت تصارح تقول له أنت تشوف عزام بالمنام وتسولف قالها ها شنو شسولف يعني قالت له السولف كأن كأنكم متهاوشين من الذابحين أنت ويا وكأن تسولف يعني ما ما فهم عليك وترد تفز يعني شنو سالفتك أنت وعزام يقولها لا هذي طبعا يبكي يعني يقولها هذي المبارزة بيني وبين خويه اللي صارت يما الغدير وشلون عف علي وقلت له أنا دخيلك ودخلني زبنت علي يعني ودخلني وعف عني والله ودائم هاي فعلا يعني هذا الكابوس يظل لاحقني ومن قد ما أحب خويه عزام أنا هذا اللي صار معاي يعني وتحمليني يعني أنت زوجتي وكذا ولا تسؤل فيني لحد دولين يعني لأنه خويه هذا ذكرها الظل بالي ما أنسى هذا الخوي ما حييت يعني فعلا مرة من المرات يطلعون نمر والمه ويروحون على القنيس وهي راكب فرس وهو راكب فرس ويمرون من مكان في قبر وتقوم أخواني سبحان الله يعني ألمها أتوقف على قبر عزام أتوقف عليه وتقول يا ترى منها القبر هذا هنا عزام قال أمشي خلاص قبر والله يرحم ويرحم الميتين وكذا يعني نبع عليها نبع عليها شاف هلأ واقف يعني سبحان الله يا جماعة واقف على قبر عزام يعني هي ما تعرف أنه قبر عزام لكن نمري عرف أنه هذا قبر عزام يعني نبع عليها كذا هاي ما ما تفعل يعني قال له أبي أبجلس هنا شوي يعني فعلا قعدت يعني يوم قعدت نزل من الفرس أنه مري يعني يوم نزل قام يبشي يبشي طبعا تذكر تذكر خويه وأنه غدر بي وشلون أنه حسسها يعني شلون شنال خلاها توقف على قبر يعني بتل شي غريب وفعلا قام يبشي بهذا بل لما قام يبشي انهار نمر يعني شبه انهار شبه يعني قال له سولف لي سولف لي قول لي يعني أنت يعني في بطنك شي ألا في شي بطنك وهذا الشي عذبك يعني يظلي عذبك عذبك يأكلك لين يسلك ويقتلك فعلا قدر اتقنه قال ها والله يعني علي الامان قال لون علي الامان ون شري حذبك يعني شو تصولف يا أبن الحلال سولف شبي لين شي عندك قال ها والله هذا قبر عزام شو تقول قال ها والله هذا قبر عزام شلون قال ها والله چتلت انت تسكتلت حزام قال هاي والله قال قال تلون قال له والله ه seguinte هئ لقيته بهذه الليلة عند النبع والله اني كنت مراقبه واني اللي قتلته ما اقدرت يعني حبيتك ومن وبسبب حبي إليك قتلته يعني عطى مبرر طبعا يعني عن صدمت عن صدمت منه وصارت تصيح وتبكي على القبر وما تعرف ش تسوي قامت ركبة تفرسها وغارت باتجاهها العربي الحقها نمر راد منها يا بنت الهلال استر علي تراش كذا المهم يا جماعة وهي تفوت على العربي مباشرة ما ترددت نهائيا المهي فاتت وين على عرب أهل عزام وقالت لهم يا جماعة ثرى اللي قتل عزام هو زوجي نمر وقتلوا بالليلة الفلانية وقبروا موجود بالمكان الفلاني قالوا لها طبعا بين مصدقين وممصدقين شالوا معاها فرسان واخذوها طبعا قضبوا النمر واشتفوه صارت حتى دائرة الاتهام اشتفوه وحطوه وروحوا شافوه القبر فعلا احفروا القبر شافوه والملابس عزام سواء ملابسه أو جثه انبقى منها شيء المهم عرفوا انه هذا فعلا قبر عزام ومطعون بسيف ومطعون بخنجر ارجعوا طبعا الشرع قالوا يا جماعة طبعا صارت العربين هنا كانوا عربين عرب نمر وعرب العزام صاروا عرب وحدين وصارت فيه علاقات مصاهرة يعني ما تسواسة خالوا وبنخدوا يعني ما فيه مظل مثل يعني اول لقاء بيناتهم ما كان فيه اي صلاة قرابة او كذا تدخلت هالناس اللي لها علاقة وقالوا يا جماعة يعني عزام انقتل واللي قتلوا نمر ونمر نقعد على ركبة قدام الشرع والحق واش يطلع على نمر يحطوا يعني ان كانوا ودي وان كان حدي وفعلا حكموا بالشرع حكموا بالشرع وحكموا الشرع قصاص نمر افعلا نهرين والثالث قاموا وقاموا الحد على نمر ورجعت المهة على ديرتها الغديمة الأولية وكانت هى تزوجت نمر المدة عامين او عام ونصف مثل ما يروون ويسولفون ويوم طبت عربها واسبوع ولا عشر تيام وقالت لها الحكيمة او الطبيبة او الداية بهذاك الوقت ترعتش حامل يلمها وطلعت حامل من نمر طبعا يقول يوم قالت لها الطبيبة انت حامل من نمر يقولون ركبة الفرس وعلى جهدها مشتها يعني من دون سرج يعني والمرأة الحامل الجديد اخواني سابقا قبل او يعني مثابة عملية قيصرية اذا بدها ترمي تطلع على الفرس من دون سرج يقولون طلعت المهة على الفرس من دون سرج ومشتها على جهدها يعني اقصى سرعة على الفرس ويوم تجي على مكان في طعس او رمل ترمي حالها من الفرس فتسقط حتما يعني عملية اسقاط قبل كانوا العرب يستخدمونها والبدو وفعلا قالت ما اشيل من العفن نمر اللي قتل عزام وهذه سالفتنا اليوم وان شاء الله تكون نالت او حظيت على رضاكم استحسانكم اخواني وخواتي اللايك والاشتراك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته